طيب النهاردة أيضا كان أو في بداية اليوم النهاردة الحقيقة كان حدث هام جدا 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 الحقيقة وهو حصول النادي الأهلي الحقيقة على أو اسم النادي الأهلي بقى علامة مميزة الحقيقة في كل المحافل الدولية والمحلية أو لما تسمع اسم النادي الأهلي في أي مكان يعرف أنه أكيد النادي الأهلي بيكرم وهي حاجة تدعو إلى الفخر الحمد لله نعمة دايما أن أنت تكون أهلاوي شايفين زي ما حضراتكم شايفين منظر لأمام حضراتكم وقناة الأهلي كالعادة الحقيقة كانت موجودة النهاردة الصبح مع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لتسلم جائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي الخاصة بالنادي الأهلي كأفضل مؤسسة رياضية عربية عن عام 2021 النهاردة الصبح الحقيقة كان هذا الحفل في دولة الإمارات الشقيقة والحفل طبعا حضروا العديد من الشخصيات الرياضية العربية والدولية والأبطال والمبدعين العرب الذين حققوا إنجازات في الدورتين الأولمبية والبراليمبية في توك بالإضافة إلى أصحاب الإنجازات الوطنية والعربية في المجالات المختلفة وجاء أفوز النادي الأهلي بجائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية عن المجموعة الاقتصادية للنادي التمويل الذاتي وذلك باعتبارها مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي المبادرة كانت من الأسباب الرئيسية والداعمة للمؤسسة الرياضية في التعامل مع جائحة كورونا والخروج بنتائج ودروس ممتازة في العمل المؤسسي